السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجع ما بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيتي وصحبه وغزوجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في محاضرة جديدة من محاضرة تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة عن تحلب آخر من التحالب المهمة جدا الحقيقة لها سمات مميزة حنشوفها وإحنا بنتكلم ونصف التحلب ونشوف دورة حياته تحلب كارة التحلب بيكون بالشكل ده ده موجود في رأى أو في المكان اللي هو مفيدة لقاعه وقادي الكارة بالشكل زي ما احنا شايفين أولا أول ملحوظة حنلاحظها هنا لو إحنا تنبهنا أول ملحوظة أو ملاحظة حنشوفها إن هنا الساق بتاع التحلب بيتقسم أو بينقسم إلى عقد وسلمية طبعا العقدة لو كبرنا هنا ده التكبير شوية أهو لو إحنا كبرنا هنا كده حنلاقي عقدة وأدي عقدة وأدي سلمية العقدة اللي هي مكان خروج الأفرع أو الأوراق يعني أيا كان يبقى المحاسفة دي سلمية وأدي أفرع يبقى هنا ملحوظة إلى عقد وسلمية دي أول ملاحظة لازم نشوفها هنا في التحلب ده ده مش موجودة في باقي التحالي دين من رواحد لو كبرنا أكتر شوية يعني الجزء ده عملا عن جزء من هنا صغير خالص لو كبرنا كده بيشير أعضاء التكاثر بتاعته أهي هنا في مكان العقد لو كبرنا بقى هنا ده تكبير أكتر شوية بالشكل ده أدي مكان العقدة أهي أدي مكان عقدة تانية ودي أعضاء التكاثر الجزء اللي فيه شكل زي حلزوني كده ده عضو التكاثر أو التركيب المؤنس وده التركيب المذكر وحناخدهم بالتفصيل إن شاء الله يبقى ده التحلب الكارة شفناه وهو نامي أولا بيلمو قائما بالشكل ده مقسم إلى عقد وسلميات يعني زي النباتات الراقية هنا شفنا أعضاء التكاثر اللي موجودة هنا وحنعرف إلي بيميزها عن باية أنواع التحال نروح للشريحة اللي بعد كده أدي تركيب التحلب بالشكل ده كده بنلاقي إن التحلب مقسم إلى عقد وسلميات زي ما نحن نعطي كلمة نود ودي الخيوط القائمة بالشكل ده كده اللي هي المسافة ما بين عقدتين ودي أعضاء التكاثر اللي هي المذكرة والمؤنسة طيب هنا مكبر على جزء شوية من العقدة عشان نشوف الأفرع الثانوية والأفرع الأساسية الأفرع الثانوية اللي هي بتبقى اللاترالز الموجودة دي بيبقى زي الشعيرات بالشكل ده كده ودي الأفرع الأساسية اللي هي هتفرع زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنكبر مرة تانية أهو هدي مقسم ده الفرع الرئيسي ومقسم إلى عقد والسلميات ده النود أو المكاد العقدة ده الأوجونيوم أو التركيب المؤنس وده الجلوبيول أو التركيب المذكر هنشوف مع بعض هنا الرسميتين دول فيهم حاجة هنلاحظها هنلاحظ إيه هنلاحظ أن الفرع هنا بيحمل أعضاء التكاثر المؤنسة وأعضاء التكاثر المذكرة على نفس الفرع عشان كده بنوا عليه منشس أو أحادي المسكن أما إذا كان النبات بيحمل أعضاء المذكرات لوحدها فالحالة دي بيكون عليه ضايشيس أو ثنائي المسكن بنتكلم عن التحلب المقسم إلى عقد والسلميات وشوفنا الأفرع الأساسية والأفرع الجانبية شوفنا النيوكيول أو الأوجونيوم أو التركيب المؤنس وغلوبيول أو الأنثريديوم اللي هو التركيب المذكرة حنشوف الشريحة اللي بعد كده بالشكل ده حنبدأ بدولة حنقولها بشكل مبسط أولا التحلب هنا بالشكل ده اللي هو الكارة بيكون إن ممكن بيعمل إيه 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 اللي هي النجوم النشاء أو قياة التسمية بتاعتها أو التيوبرز بالبايلز اللي هو آآ آآ الآآ وده كلها عبارة عن وسيلة من وسائل التكاثر الجنسي أو الخضري أما التكاثر الجنسي بيكون الأفرع بتاعته بتحمل الأنثريديوم أو التركيب المذكر والأوجونيوم الأنثريديوم حيدي اللي هو الأمشاج المذكرة الأوجونيوم بتحتوي على أو البويضة أو الإج بيحصل عشان يكون وده بيكون عبارة عن تركيب ثنائي مجموعة صبية اتنين إن بيكون هنا الجدار بيكون سميك شوية يعني لقيها أو زي جدارها سميك بتدي فرصة لاستكمال خطوات الانقسام الميوزي عشان يدي خط أولي اللي هو البروتونيما في هنا خط ثانوي ده الخط الأولي إن بيطلع أفرع لتكون النبات مرة تانية هادي شكل النبات أهو بالمنظر ده هادي عضاء التكاثر المؤنسة والمذكرة عضو التكاثر أو الأنثريديوم المذكر المتأسف التركيب المؤنس أو التركيب المؤنس اللي هو الفيميل بيكون بيحتوي على البويضة هنا بالشكل ده كده هنا ده التركيب المذكر أو الأنثريديوم أو الجلوبيل القطاع فيه بيدي الأفرع لسه ما احنا شايفينها بالشكل ده كده هو الأنثريديا الفيلمنت أو الخيوط الأنثريديا لو احنا كبرنا عليها شوية كده هنلاقي كل خلية من الخلايا هنا أهي بيبقى فيها أنثريزويد اللي هو بيطلع بالشكل ده بيبقى عامل زي الدودة الأنثريديا بالشكل ده وبيكون فيه صوتين بيتحركوا بيصل إلى القمة أو الفتحة بتاعة الكورونا الخاصة بالتركيب المؤنس أو اللي بنيم بيحصل ده اللي هو التلقيح وثم يحصل عميلة الإخصاب عشان يكون الزايبت الإخصاب اللي هو الاتحاد لنواة الأنثريزويد مع الإنج بعد كده الزايبت ما بيكون جدار ساميك وبعدين يحصل ما يوزز بتتكون يروحوا في الخلية القاعدية وواحدة فيهم الخلية القمية فيها نواة واحدة بس التلاتة الأنوية دول حيتحللوا وحيتبقى الخلية القمية اللي هي بالشكل ده كده لو حنا كبرنا كده حتنقسم إلى تنين جزء منهم حيدي الساق وده جزء منهم حيدي الجزر أو الريزويد شبيه الساق وشبيه الجزر يعني الجزء ده حينبت اللي هو أو الجنين ده حينبت زي البذرة بتاعة النبات الراقي ما حتنبت بالشكل ده عشان يطلع جزء الفوق اللي هو حيدي الفرع الرئيسي وده الريزويد اللي هو حيدي الجزء اللي هو باسك بالنبات إلى الأرض طب نشوف التركيب الدقيقة بتاعتهم بقى ده جزء من الساق عشان يبين التركيب المؤنس اللي هو نيوكيول أو والجلوبيول أو اللي هو الجزء ده ده في الرسم لو بصنا هنا ده قطع في شريحة وده عينة يعني ده اللون الطبيعي بتاعة ده التركيب بتاعة التركيب المؤنس الأوجونيوم أو النيوكيول والدول هنلاقيهم خمسة خمس خلايا هنا اللي هما بيقفلوا الفتحة اللي بتوصل للبويضة اللي في الداخل هنا نفس الكلام لو بصنا هنا هنلاقي التركيب ده عبارة عن كورة اهي وفي خلايا خلايا نجمية بالشكل ده كده جواها بيكون في الانثريديا الفيلمنت أو خيوط الانثريديا اللي هي فيها الانثريزويد ده التركيب بتاعهم من الداخل اللي مباما يكون واضح شوية وحنشوفهم بالتفصيل حالا دلوقتي البصر الشريحة اللي بعد كده قد التركيب المؤنس اهو ده شريح الاتنين عينة فريش يعني مش مصبوغة من تحت المرسكوب ده بيسموهم الكورونا أو القمة أو التاج اللي هما خمس أو سبع خلايا بيكونوا هنا موجودين الفتحة في النص هنا اللي هتوصل للأج اللي هو هيدخل منها الانثريزويد ده بيسموها الكورونا المهم دي الخلايا اللي بره دي بتبقى خلايا حلازونية بالشكل ده كده خلية حلازونية بتحيط بالأج الموجودة في الداخل طبعا هنا كاتب عليه زيج أو قوس فيه لنهي كان حصل هنا حصل وبالتالي الاخصاب وبالتالي هنا ده الجنين الموجود في الداخل ده التركيب هو بتاعه ده اللون الطبيعي بتاعه في التحلب الأصلي نشوف مع بعض الشريحة اللي بعد كده عشان نشوف قطاع في الجزئين اهو ده مهم جدا الشريحة هنشوفها ده التركيب الجلوبيول أو الأنثريديم بالشكل ده فيه خلية اهي هذه خلية دي اللي عاملة زي النجمة اللي دي في النص ديها منوبريم منوبريم دي تخيلوا عمين زي الشمسية تخيلوا الشمسية دي من بره بيكون كده الشمسية بالشكل ده الإيد بتاعتها بتبقى كدناها داخلة للداخل لكن دي شمسية والإيد اللي حاب نمسكها للداخل وهكذا كأن دي عبارة عن خلايا نجمية أو بالشكل ده بيسموها درع واقي للشكل بالشكل ده كده نفس الكلام هنا بيكون خلية بس بشكل حلازوني اللي هي بتكون لفة لو بصيت هنا بخط تقطاع الخلية دي احنا قلنا عمزة الشمسية الجزء ده منوبريم أو الجزء اللي هو العرق ده الجزء ده طبعا ده هنا عشان مر بواحدة منهم بس لو مر بهم كلهم كل واحدة فيهم في الإيد بتاعتها للداخل أو الفرع بتاعتها المانوبريم الموجود للداخل اللي هو الساق الداخلي جوه اللي هو بيحمل ده المانوبريم اهو لو أنا كبرت شوية كده اهو ده المانوبريم اهو وشايل انثريد اللي هي بالشكل ده لو أنا كبرت اكتر من كده حيبان في كل خلية من جوه في انثريزوين وده القطاع في الاغونيام أو النيوكليوس أو النيوكليول اللي هو التركيب المؤنس ادي الكورونا بالشكل ده ده الجدار اللي بره العقيم و ادي اللي هنا طبعا الملاحظة بقى احنا قلنا انه بيرمو قائما مقسم اللي هي بتحييد بسواء او البويضة او الانثريد ده بشي موجود في باقي الطحال فده مهم جدا ان احنا نميزه نروح بعد كده للخلية اللي بعد كده حنشوف البويضة تكونت ازاي بتبدأ البويضة اه احنا هتعمل التألون الخلية عشان نبعد في احنا رحيم في نين خلية واحدة اللي هتنشئ اللي هتنشئ تبتدي ني 3 خلايا الخلية الاونية اللي هتدي الى اوبونيا الماظر سيل اللي هتتحول للأوبونيا انا اعملها باللون الاغضر اللي هتبقى فيها الجزء ده اللي هو النودل سيل اللي بالشكل ده كده اللي هو الخلايا العقادية ودا القلية القاعدية اللي هي البيتسل سيل الخوطة اللي بعد كده الخلية دي الحمر في الوزن تتقسم اثنين بالشكل ده تتقسم التلاتة الخلية الفوق كبرت في الحجم هنا فتبتدي الخلية في الجنب دي التي هي الsheath initial التي تقبل الغلاف الغلاف تأتي بالدخل الخلية في النصف ستبع القاعدة البويضة و الجزء التي تحتها القاعدة و القاعدة التي ازرag الخلية الحلية ستنقسم هيا انقسمت اثنين ويزا تبدي بقى الاج او الخليه اللي في النص اللي هي الماظر السيلز هتبتي تكبر عشان تديني الاج بالشكل ده كده هيدا ده الريسيبتف سبوت او البقعة اللي هتستقبل الانتريزويد لما هيخش من هنا الخليتين سواء دي او دي اللي هما الكورونا السيلز اللي هم هيعملوا الخلايا الكورونا اللي بالشكل ده اللي هما ويبقى من خمسة لسبع خلايا والخلية البقية دي الخلايا البقية دي اللي هيبتبقى شكل حلزوني لكن طبعا ده عشان قطع ده تركيب البويضة وازاي تكون التركيب المؤنس نروح للشريحة اللي بعد كده هلاقي التركيب المذكر بدوت كل بقى في تفاصيل خلية واحدة وهتنقسم برضو الى عدة خلايا الى اخره لغاية لما نوصل للتركيب ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الخلايا اهي دي خلية بالشكل ده دي خلية بالشكل ده دي خلية بالشكل ده دي كأنها شمسية دي متقسمة كده واللي ده داخل الداخل اللي هو الدراع بتاعها اللي هو منوبريم ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة نندول خمس خلايا دي اربعة وفي واحدة من القلف مني حتى انا بقى بقيت دول يعني المانوبريم الواحدة للشكل الواحد خلية الواحدة تتركيب بتاعها يا جمعة الخيل اهو دي عاملة زي الشمسية وده ايد الشمسية ايد الشمسية دي شايلة الانثريجيال برانشليات تفرعات بالشكل ده كده او انا جيت كبرت شوية خط من ده ادي الخط بالشكل ده كده لما يحصل انقسام بقى خلاص عشان يكون الانثريزويد اهي او السبورم او السباحات الزاكرية بالشكل ده او كبرنا انثريزويد واحد اللي هو بالشكل ده عامل زي الدودة وادي الفلاجيلة او الاصوات اتنين بالمنظر ده كده كل واحد يوم هيبقى شايل مجموعة من الانثريجيال برانش او الخيوط الانثريديا او الخيوط المذكرة كل خلية من الخط المذكر ده هتكون بداخلها انثريزويد اللي هو عند انطلاقه هتشوف اين اللي هيحصل بعد كده هيحصل عمية التلقيح ان هو يوصل لغاية البويضة اللي هي دي اللي في الداخل يحصل ايه اهو انه هتبقى دبلويد انهو ثنائية يعني حصل هنا الاخصاب لهو التكاثر الجنسي البيضي الخلية هيحصل في الخطوه دي هنا هنا في الخطوه دي هيحصل انق اسام ميوزي او اكتزيع الخلية دي اللي هي نشرهاها او التجزي الكوп patiently تنقسم لها اربع انويا سما الخلية نفسها تاونها تم انقسم اللي الخلية لأثنين واحدة فيهم عدسية الشكل مصbringen الخلية قاعدية البوجية insane ords خلية فيها ثلاث انويا ستحصل لها التجنريشن او ان是不是 v sovereigns ان يكون على التجزي الكوと思います الجزء في القمة هيته البروتونيما الانشيال يعني الخيط هو الخيط الاولي سيدي القفات الساق خلية الصغيرة في القمة ستدي الاصفل سيدي القزير اهوه لو شفنا التركيب تربط هذه الجزء مكسب العقد وسلميات جزء المقصد وسليل ريزويت جاء الوقف او الجنين او اللقيحة اللي اقدرها بقى ساميك شوية وهينبت بالشكل ده بعد كده تبتلع بقى الجزور السنوية لما حتنزل تثبت النبات نفسه ويكتمل بقى بقى تنموه عشان يدي النبات كاملا نفس الشيء هنا بس بالالوان هدي هنا حصل التلقيح والاخصاب النوان قسمت مايوزي فدنا اربع انوية تلاتة منهم حيختفوا في الخلية اللي تحت الخلية العليا بالشكل ده اللي هي حتقسم الى اتنين واحدة فيهم حتدي البروتونيما والتانية حتدي فيهم الريزويد او الجزء عشان ينبت النبات بالشكل دعين حتى عمية الانبات بتاعته شبيهة بالنباتات الراقية لو بصينا دي دي الشريحة اللي احنا بدأنا بيها اللي هي اختصال الخطوات بتاعتنا اللي احنا قلنا هنا اهو ادي الجزء المذكر او الانثريديام خدنا القطاع فيه عشان نبين الانثريديا البرانش و ادي بالداخل كل واحدة فيهم فيها ايه فيها انثريزويد جوه دي انثريديام فدي جوهها انثريزويد اللي هو حيبتدي يطلع عشان يوصل لغاية الفتحة بتاعت الكورونا اللي فيها التركيب المؤنس اللي فيها الايك عشان يحصل عمية التلقيح و يتكون بيبتدي يحصل مايوزس او انقسام اختزالي عشان تديني اربع عنوية كل واحدة منهم انت تنقسم الخلية اثنين بالشكل ده ثلاثة منهم هيختفوا في الخلية القاعدية والخلية في المية حتنقسم الى خليتين واحدة فيهم حتتديني البروتونيما الاولية او الخلية الاولية والتانية حتتديني الريازويد بالشكل ده عشان يديني النبات مرة تانية و كده بنكون كم من دورة حياة تحلب الكارة ان كنت وفقته فمن الله و ان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا ولا جعل فيه رياء ولا سمع و الى ان نتقي في محاضرة قادمة من محاضرات تبسيط العلوم اترككم في رعاية الله و امانوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته